استحداث نشاطات جديدة غير مدرجة في سجل التجاري تتوافق مع احتياجات كل منطقة إجراء تعمل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على تجسيده مع رفع الصعوبات لتطوير مختلف المشاريع الاستثمارية ورفع التجميد على كل النشاطات الاقتصادية الموجهة لشباب مناطق الظل مع دا النقل كما نشاط وضع في سنوات مؤخرا هو نشاطات ابتكارية لشباب عندهم افكار وجابوها ممكن الافكار هذه جسدوها هذا ما يمنعش انه موجود النشاط في المقيد في سجل التجاري انه ما يقدرش يدير لا بالعكس انه نشاط وخالق الطروة وعنده قيمة اضافية يقدر يساهم في التنمية احنا اللي نرافقه الى المصالح المعنية من اجل تقييد هذا النشاط عملية تمويل المشاريع الجديدة ستكون حسب احتياجات كل منطقة حيث سيتم مرافقة اصحاب المؤسسات المتعثرة واعادة جدولة مواعيد تزديد ديونها وفق ما جاء به المرسوم الجديدة التمويل ما يشح يكون غير بالمال باك تمويل اضافية بالمال ممكن تمويل بالمال ممكن هذه المؤسسات دراسة الحالات التوحى ممكن حصول على مشاريع ممكن تمديد اجل تزديد الدين هناك عدة اجراءات ستكون بالنسبة لمؤسسات المتعثرة امر سيد الوزير مؤخرا باعادة فتح النشاطات اللي كانت متجمدة ما عاد النقل بجميع انواعه اليوم كل النشاطات رفع عنها التجميد قلت لك ما عاد النقل لكن يرجع دائما الى احتياجات المنطقة هذا واكد ذات المتحدثة ان المنصة الالكترونية التي تم اطلاقها مؤخرا وضعت برنامجا خاصا للتكفل بانشغالات اصحاب المؤسسات المتعثرة من اجل اعادة بعثها من جديد والنهوض بالاقتصاد الوطني